عندما ترى بكاء وعويل هذه العمهات تيقن حينها إنه قد فجعن بفلذات أكبادهن بعد مرور أكثر من خمس سنوات ما زالت مئات العوائل في الأنبار تطالب من يمثلها في الحكومة لإسعافهم بجرعة أمل بعد أن يأسوا من معرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا بسبب التسويف والمماطلة لملف المغيبين في المحافظات المحررة وقالهم ساعة الزمان ونجيبهم والساعة الزمان هاي خمس سنين ثلاثة ستة 2016 ليش وين راحوا وقالهم وردت إن شاء الله طيبين ويجونت لعد وردوا وينهم ليروحي دولهم إلى قصر بالجنة والله يابا راحوا الحالهم كل شمال لا ويه الدواعش ولا ويه الحكومة ولا ويه أي شيء الحالهم رعيان سالحين بواعش وراحة وهي تيانا يروحون ويخلون دائحين ويخلون أطفالهم دائحين مو هالشكلة يابا مو هالشكلة يابا عليكم الله عليكم الله ليسمع صوته وصله أم قيس والدة لأربعة مغيبين فقدت أبنائها أثناء تحرير المحافظة من عصابات داعش هي واحدة من مئات النساء التي لا يعلمن بمصير أبنائهم وبعد كل هذه الحقائق ما زالت بعض الجهات الحكومية تفند وجود مغيبين ومفقودين في المحافظات المحررة لتسويف قضية تخص مئات العوائل وأطفالهم طمعا بمصالح حزبية أي راتب يطلعون الآخر الفتعة يطلع لنا رواتب الريز زلمنا واحتجي الانتخابات وأي انتخاب ما ننتخب أي مسؤول ما ننتخبه بهم خير ويفترون يطلعون زلمنا بهم خير ويتبشرون ما يطلعون زلمنا والله كلها ما أحد ينتخب كل الانتخاب ماكو على المال ذول انضمهم هاي خمس سنوات عندما يأتي رمضان يتأمل هؤلاء الأطفال عودة آبائهم الذين تركوهم يقارعون قسوة الحياة ظنا منهم بأن الساسة سيشرع عاجلا لهم قانونا ينصفهم ويحقق لهم العدالة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة